معك يا كابتن أسامة وطبعا بديوفك الكرام أنا بنضم لي واحد من مستقبل النادر أهلي وإحنا دائما بنقول حراسة مرمى النادر أهلي في خير قود محمد كابتن محمد الشناوي كابتن علي لطفي كابتن مصطفى شبير وحمز علاء وأيضا الحراس الصعدين من قطاع النشئين في النادر أهلي حمزة برحب بك على شاشة قناة النادر أهلي وفوز مهم النهاردة فوز غالي فوز بقربك أكتر من البطولة قبل مواجهة فريق جيش في المباراة القادمة طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على مكسب النهاردة مكسب مهم داد ثرقة كبيرة نادي الزمالك نادي كبير طبعا ويحترم وليه التاريخ بتاعه يتكلم عنه هي ماتش كبير بصراحة واللعيبة بتاعتنا النهاردة كانت رجالة على قد المسئولية وإن شاء الله نقدر نفرع جمهور النادر أهلي بالبطولة بعد المبارايتين الجايين بإذن الله مصطفى شبير قبل المباراة بيكلمني يا بيتاب عايز تفرج على المباراة وعايز البس المباشر أنا عارف أنتوا دايما بتتكلموا عبعض كلم معاك النهاردة قالك إيه وأنا عارف أن مصطفى ألاقيكم أنتوا بكي حراس مرمى مميزة جدا في الندلان هو طبعا النهاردة الفرقة كانت مسحولة يعني في موضوع السفر ومسافرين من بدري والسيام وكده فاحنا ما قدرناش نتكلم النهاردة بس هو مبارح جاء التمرين بتاعنا وهو مصطفى أخويا يعني هي بعيدا عن كرة القدم وبعيدا عن نحن مع بعض الفريق الأول بس أنا أخويا أعتبر متربين مع بعض نتمرد مع بعض من سنة 2010 ودي يعني أخوها أخوها هي أكبر من الكرة يعني فهو طبعا الجيم بارح وتكلم معنا ودعمنا ودعمني أنا شخصيا وتكلم معاه شوية وحاجة أنا بشكوره طبعا وبتمنى له هو وكابتن شناوي وكابتن علي لطفي التوفيق طبعا في مبارات الرجاء في المغرب وربنا يكرمهم بإذن الله ويرجعهم فيه كابتن شرف ونا عارف أن أنت وحب من ولاد الكابتن شرف شايف وجود الكابتن شرف في الفريق شباب النادي الأهلي والتأثير ومدى تأثيره معاكم والتوحب من اللعبين دائما يا حمزة اللي عارف كل التفاصيل مع الكابتن محمد شرف وقاشت أجواء كتير جدا مع كابتن محمد شرف هو طبعا وجود كابتن شرف مش بس مع فريق شباب وجود كابتن شرف في النادي الأهلي عموما حاجة إضافة كبيرة جدا للنادي وأي فرقة بيمسكها بيدفلها كتير كابتن شرف هو اللي مربيني في النادي الأهلي أنا أول ما بدأت لعب في ملعب كبير كان مع كابتن شرف وأنا بصراحة وليه لحق كبير أوي يعني في حياتي في النادي الأهلي وأنا مقدرش يعني لما بيكلمني أو حتى لما كان بره النادي كان بيكلمني وهو بصراحة الناس كلها بتحبوا والناس كلها بتحترموا ربنا خليه لنا يعني ورقة حمزة وبالطفيق وإن شاء الله نبارك لكم على البطولة بي باروقة بإذن الله إن شاء الله